موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد الفيديو التالت لسه بنتكلم على معادلات ديناميك اري في الفيديو رقم اثنين شفنا معادلتين يونيك وصورت النهاردة لسه مكملين معاهم بس بمسال عملي قوي جدا سنرى ممكن ازاي استخدم سام اف عشان اعمل سامري ريبورت وازاي يونيك وصورت ممكن يساعدوني ان انا اعمل بشكل دايناميك مهما غيرت في ديتا بتاعتي السامري ريبورت بتاعك يفضل شغال بشكل تلقائي هندخل معنا اندكس هنشوف فايدتها ايه كمان هندخل معادلتين كمان زي دي اللي بجيب بها عاد ايام الشهر وزي معادلة اندوف منت اللي بجيب بها تاريخ نهاية الشهر هنشوف لسبيل كونسبت والهاش دي مهمة جدا هنشوف ازاي نستخدم الهاش مع المعادلات سواء صورت ويونيك او المعادلات العادية سام اف واندكس والكلام ده كله و هنشوف كمان ازاي معادلة زي السام لما نحط معها هاش هتشتغل ازاي بشكل كويس قوي خد بالك الكلام ده كله موجود بس في اوفيس 365 او ماكروسوفت 365 لو عندك اي فيورجين تانية من الاكسل مش هيشتغل معاك المعادلات دي يلا بسرعة على الاكسل ونشوف المثال العملي بتاع النهاردة لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في الديسكريبشن هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل داونلود الاكسل وورك بوك اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه مشتغلش في القناة لو سمحت استخدم زر سبسكرايب واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك موتيفيكيشن لما نعمل فيديوهات جديدة في المثال العملي بتاع النهاردة زي ما انت شاف حركة على الشمال عندي جدول في المبيعات اليومية بتاع تريبل اي بايك شوب زي ما انت شاف تقسمة الى خمسة كولومز الديت الريجن الكاتيجري البرودكت والنيت سيلز عندي كام لاين تقريبا خمس تلاف وخمسين لاين مطلوب بين حركة انك تعمل تلت تقارير التقارير الاول هو ملخص اختبئة الديت الريجن واشوف النيت سيلز اللي قدامها بعد كده الريجن مع الكاتيجري مع بعض تلافيت النيت سيلز بتاع كل مبين الريجن ويهات النيت سيلز لكل شهر من المبينية абсолютно باستخدام معادلات الديناميك قرآي هعمل كده ازاي اول حاجة محتاج ولة سابقه للريجن شغط تعمل السم إفز شعط التقارير يحتاج هنا لسلة بئسامي الريجنز والليست دي طبعا اقدر اجابها عن طريق معادلة يونيك يلا نكتب مع بعض جوه سال اتش تو حابده اكتب equal يونيك يو ان اي كيو كتاب لي يونيك تاب هعيز اول argument اللي هو الاري هو الحاجة الوحيدة المنداتوري لازم احطها هي الاري الاريب النسبالي هي الكولوم اللي اسمه region اللي موجود في التابل ده التابل ده اسمه sales data لو كتابت كلمة sales هتلاقي عندك اسم تابل اسمه sales ممكن بالماوس دابل كليك هيختار لك التابل بالكامل زي ما انت شايف معلم على التابل بالكامل لو انا محتاج كولوم محدد يبقى هفتح square bracket وابدأ اكتب اسم الكولوم اسمه region ياما انزل بالماوس واختاره واعمل تاب لما اختاره region tab واقفل هتلاقي علم على الكولوم اللي اسمه region بالازق زي ما حالك شايف كده مجرد انا هاقفل القوس بتاع معادلة يونيك ودوس enter زي ما انت شايف على طول عمالي لستة بكل الريجنز المحتملة بس زي ما حالك شايف الريجنز مش بترتبع يعني كايرو وبعد كده الالكس ديلتا الكنال انا محتاج ارتبهم الفاباتيكل هعمل ايه هعمل sort هحطها بره معادلة يونيك يعني يونيك كلها كده على بعض احطها حواليها من بره معادلة sort هروح على formula bar زي ما حالك شايف كل مطلوب ان انا اكتب كلمة sort s o r لو عملت تاب هكمل لك المعادلة مش بحتاج اي حاجة نروح في الاخر واقفل البراكت بتاع sort وادوس enter زي ما انت شايف الريجنز بقت مترتبع الفاباتيكل النيت سيلز يلا بينا هستعمل معادلة sum if هقف على السل اللي اسمها i3 وهكتب equal وابدأ اكتب sum if وانزل واحدة لتحت عشان انا عايز sum ifs وادوس تاب وابدأ اكتب اول حاجة محتاج السم range تعاني اختار بطارية مختلفة المرات لو روحت بالماوس على الهيدر بتاع نت سيلز ده وحلاقي السهم الاسود ده ودست click واحدة بس هتلاقي الواحدة واختار لك التابل اللي اسمه sales data واختار منه النيت سيلز وهو ده السم range اللي انا محتاج احدده لمعادلة sum ifs تاني حاجة محتاج ايه criteria range criteria range بالنسبة لي هيكون الكلوم اللي اسمه region ممكن بنفس الطريقة فين حضرتك بعد كده الكريتيريا كاما انا كده اخترت criteria range بعد كده محتاج الكريتيريا اللي هي هتكون موجودة في sell H3 اللي هي اسم region وبعد كده اقفل البركت ودوس enter بقى عند حضرتك المبيعات بتاعة الريجن اللي اسمها Alex اقدر بمنتهى البساطة اعمل copy لغاية الاخر تحت كده بقى عندك خلاص كل المبيعات ويممكن هنا فوق في sell H1 اكتب كلمة total وهنا اعمل equal واعمل sum واختار range بتاعي واقفل البركت enter بقى عند حراك ملخص 306000 وقادي التقسيمة بتاعهم طيب انا كده خلصت اول مثال ولكن عندي مشكلة صغيرة قوي المشكلة صغيرة ان صحيح ان الريجن دي عبارة spelled array يعني لو زودت اي region هنا حتزيد معي حيث معي region زيادة ولكن ده زي ما انت شايف مضطر كل مرة اعمل copy للمعادلة واعمل التحديث للتوتل يعني تعال نجرب كده مع بعض تعال ننزل تحت خالص ونحاول نضيف region وليكن اسمها triple A ونضيف فيها مبلغ وليكن 100 جنيه ونظيف فوق خالص ونرى ماذا حصل بص هراك الريستة بتاعتي dynamic تطلع من صورة unique dynamic ولكن sum f بتاعتي محتاج اعمل copy ده اول حاجة ازود copy تحت عشان يجيب لي delta لانه طبعا لما لاتب حط triple A فوق واجب لك total بتاعها بقى delta تحت مبقاش ليها total فمضطر اعمل copy واحد لتحت ومحتاج كمان اروح عند معادلة sum دي وامل عليها edit وابدأ اغير range بتاعها زي ما حاك شايف وكل مرة هايزيد region جديد محتاج H3 مع H4 اخد range على طول ايه اللي هيحصل سبيل سبيل مرة تانية افو انا عايز ويعمل كده على الليستة كلها يبقى معنا كده ساختار الليستة كلها زي ما حاك شايف ولكن لما عملت كده بص على formula اللي حصل كتب لي hash بعد H3 هذا العنوان بتاع cell كتب وراها بدلا من مكان range كتب وراها hash معناها ايه كده حرك معناها انه فاهم ان H3 دي خارج منها spelled array اللي هي بدأ من H3 لحد تقريبا H5 أو H6 أو whatever فاهم ان انا كده بشاور على spelled array بالكامل وبالتالي في الحالة دي لو عملت enter هتلاقي عمل spell لغاية الاخر رغم ان انا ايال له H3 ما هتدلوش فين بالزبط تعال نجرب نضيف حاجة جديدة في التابل هنزل تحت خالص و AAA اكتب بعدها B مثلا وزود حاجة ب200 جنيه تعال نطلع فوق حضرتك شوف ايه اللي حصل هتلاقي الليستة بتاعتك المرة دي تمام A B B موجودة 100 جنيه 200 جنيه و الليستة دي تولت والليستة دي تولت ما عندك اي مشكلة طب هتصرف ازاي في السم نفس الكلام بدل ما اعمل من I theta I 7 وبعدها تطلع تخليها I 8 لا حرك خليها I 3 وممكن حتى انت تكتب الهاش دي بنفسك لو كنت انت بنفسك هو الواحد وعلى طول زي ما انت شايف كده راح اعلم على الليستة بالكامل ودوس enter وفي الحالة دي مهما تغير طول بتاع الليستة فانت حراك الصم بتاعك هيتغير وكمان العمليات كلها الصم افس هيتغير ويونيك مع صورت هيتغير كل حاجة بقى الديناميك واي تغيير في التيبل هيتبعوا تغيير في كل اللي حراك عمله ده طيب عشان الموضوع يبقى مور بروفرشنل الوقت طبعا انا محتاج اعمل شوات فورماتنج نفس الكلام لو علمت هنا وعملت فورماتنج في المنطقة دي بعد كده الري هتكبر هبقى مش عارف اعمل ايه فاحسن حاجة اعمال بال كونديشنل فورماتنج طب تانا ما اعمل على اكتر من ريبورت تعال نعمل كلهم مرة واحدة فانا هختار كل الاريا دي وانزل تحت كده اد مقدر لحد ما اي اشوف ده غالبا اخصى طول الريبورتات دي كلها وحروح على وحروح على من هروح على فورمات سيلز دات كونتينز اللي هي تاني اوبشن هنزل تحت على فورمات سيلز ووذ وحختار من الدروب داون دي هختار حاجة اسمها نو بلانك يعني معنا كده اي سيل مش فضية اعمل لي فيها الات بعد كده هروح على فورمات وابدأ اعمل الفورمات اللي انا عايز من بوردرز هختار البوردر للمنقط ده وهعمل اوت لاين هدوس اوكي اوكي مرة كمان تعال نشوف الناتج النهائي كل السلزل اللي متعلم عليها زي ما انت شايفت عمل لها فورمات وبعد كده لما حبني بقيت الريبورتات هيحصل نفس الكلام بالزبط طيب المثال التاني عايزين نعمل نفس الكلام ولكن ريجن مع كاتيجري وتعال نشوف ايه المشكلة اللي ممكن تواجهنا نفس اللي عملنا بالزبط في ريجن اختار ريجن وبعد كده حرك اليمين عشان يختار معاك كاتيجري زي ما انت شايف نقوم بقيت وعمل اتنين سكوير براكت واحد كده خارجي وجوه بيقول من اول ريجن لغاية كاتيجري دي الاراي بتاعة يونيك تعال نقفل القوس بتاع يونيك وندوس انتر ونشوف ايه اللي هيحصل عمل سبيل زي ما حراك شايف كده عمل سبيل لي ال two columns مع بعض وعمل لك unique list بال two values مع بعض يعني كايرو components تختلف عن Alex components تختلف عن delta components وهكذا فالاتنين دول مع بعض بقى يونيك وده انا محتاجه بالزبط عشان قدر اعمل sum if بشكل مظبوط نذهب على formula bar ثاني اعمل edit وكتب صورت من بره معادلة unique ونقفل الصورت اعتبر واحد فعمل الترتيب بناء على كايرو ودلتا وادي list موجودة اليمين هنا اتفقنا ان المعادلات تبقى live بس في المعادلة فلو انت واقف على المعادلة المعادلة باللون الاسود وقدر اعمل فيها ادت زي ما انا عايز لو نقلت على ال cell تحتها هتلاقي بانها رمادي ومقدرش اعمل فيها ادت ونفس الكلام على ال 3 لو رحت هتلاقي نفس الكلام بالرمادي ليه؟ لان ال spell حاصل في اتجاه ال columns لاني اخترت عمودين مع بعض نكمل معادلتنا نفس الكلام هشتغل على sum ifs هقف على m3 هبدأ اكتب معادلة sum ifs وانزل خطوة تحت وبعدين اختار ifs ال sum range هو هو اللي هو نت سيلز ممكن بالماوس على طول اختار نت سيلز بعد كده criteria range اول واحد اول واحد نفسه هو region هختار region وبعد كده نجرب نختار column على بعضه شوف ايه اللي هيحصل ولا حاجة مافهمش طب تفتكر ليه مافهمش اختار من k3 لحد k18 طب ليه مافهمش زي ما حصل قبل كده لان الاري المرادي لسبلد array unique و sort طلع على two columns فانا لو عملت k3 هاش شوف ايه اللي هيحصل هيختار لي two columns مع بعض طبعا ده لا يصح بالنسبة لمعادلة some ifs لان لو عملت كده هو مش هيفهم انا ازاي اقدر اماتش الاثنين مع بعض طيب ايه الحل الحل ان انا محتاج حاجة تخلي الاري دي تطلع على two columns بمعنى طبعا ما ينفعش اعمل unique list region لواحده حيطلع لي زي ما انت شايف كده صغير اربعة كده هو ولو عملت category لواحده حيطلع لي برضو ايه عدد صغير انا محتاج كمبينيشن ما بينهم او حصل ضرب الاثنين في بعض زي ما حاك شايف كده هو هم اربعة region و اربعة categories ضربه في بعض يديك 16 possible طب ايه الحل الحل ان انا نفس unique بنفس الشكل ده اخلي معادلة ان هنا تدخل و تطلع لي one column في كل مرة يعني اكتبها مرة تاني بدل المكتوبها مرة واحدة مرة في الكلوم الاسمه k و مرة في الكلوم الاسمه l بس تطلع لي مرة فيها العمود الاول و مرة فيها العمود التاني المعادلة دي معادلة ايه؟ معادلة index فبالتالي هروح على k 3 و هقف فوق و قبل معادلة sort هكتب معادلة index و بعد كده tab مطلوب مني ايه حرك مطلوب مني array ال array هو اخدها خلاص اللي هي موجودة جوه sort و زي ما انت شايف ال array دي عبارة عن لما اخترتها كده هو هو معلم على الاثنين مع بعض اللي هو الازرق ده العلامة الزرق دي معنا كان هو شايف k لغاية l مع بعض لما اخترت له ال array اللي هي اسمها ايه؟ sort وجواها unique وجواها region مع بعض طيب ايه الطلب التاني؟ تعال نعمل و نروح على الطلب التاني الطلب التاني عايز مني row number عايز طلع من index دي اقدر ادي row number و column number طب انا مفيش row number معين انا عايز كل ال rows تطلع فبالتالي ممكن ايجنور فاعمل كما تانية واروح على الطلب الاخير اللي هو column number فانا عايز في ال column الاولاني طلع لي اول column فهتديله واحد واقفل ادي لك الليستة بتاعة regions ومترتبة وهي فيها زي ما انت شايف قاله unique ولكن هي unique مع category فهو شايفها كلها بس اداني اول column منها عشان اقلت له column واحد طيب ممكن ااخد كل المعادلة دي copy ctrl c واروح على L3 واخش جولة formula bar وctrl v والواحد دي اغيرها اخليها اتنين وادوس enter ايه اللي هيحصل جاب لي النص التاني من المعادلة دلوقتي ممكن اعمل sum ifs بنفس الطريقة اللي عملناها في المرة الاولانية من غير اي مشاكل هبدأ اكتب على طول equal sum ifs sum range زي ما قلنا موجود في sales data محتاجين منه net sales criteria range 1 هيبقى نفس الكلام موجود جوه sales data محتاجين منه المرة دي region criteria 1 دلوقتي ممكن اروح اختار k3 لو عملت بعديها hash هيفهم من دي spelled وانا عايز اختارها كلها عايز كل criteria الموجودة فيها طيب ايه تاني محتاج برضو من sales data criteria range 2 موجود في sales data موجود في column المرة دي اللي اسمه category هاختار category تقفل square bracket بعد كده عايز criteria 2 criteria 2 موجودة زي محرك شايف في cell اللي اسمها L3 ونفس الكلام لو حطيت بعديها hash هيفهم ان انا محتاج الاري كلها as a input criteria كده المعادلة جاهزة اقفل الخوز بتاع some ifs وحاك تدوس enter ادى لك على طول spelled array واداك الbreakdown اللي حالك محتاج وبالزبط ناخد copy من المعادلة sum اللي حطناها هناك ونحطها paste هنا هو الواحد وعلى طول نفس الكلام راح بص على M3 اللي هي موجودة هنا فهم انها spelled array واختارها كلها بالكامل ممكن ناخد copy من كلمة total كمان عشان يبقى الشكل كويس وكنترول V وكده الريبورت التاني انتهى ركز معايا في التالت عشانه ممكن يبقى أصعب شوية اول حاجة انا محتاج لستة الشهور وطلعها من لستة dates خلينا برضو نستخدم معادلة unique فتعالا نروح على P3 ونبدأ نكتب equal و unique وبعدين هروح اختار من sales data date عشان انا محتاجة date وتعالا نقفل وندوس enter زي ما انت شايف كده حراك جاب لي لستة بال dates كل ال dates اللي موجودة افتكري هناك كان كان فيه كم line كان فيه حوالي 5050 line لما شغلنا unique على date تعالا نشوف جاب لك كم date جاب لك حواليه 68 date تقريبا دول كل الايام بتاعت السنة او كل الايام اللي في السنة اللي حصل فيها بيع طيب افض الحراك انا الوقتي محتاج مثلا شهر زي شهر يناير موجود فيه يوم واحد واتنين واتن واتن واربعة وخمسة وستة واسبعة بس انا وعايز لستة بالشهور فانا محتاج اخلي الشهر يمثل بيوم واحد بس وليكن اخر يوم في الشهر يعني اعايز كل ايام شهر يناير يبقى اسمها 31 يناير طب اعمل كده ازاي في معادلة اسمها end of month فلو روحت على formula bar قبل معادلة unique كتبت له e o m حيفهم انت عايز معادلة end of month حكتب tab الارجومنت الاولاني ال start date هو ده ال start date اللي هو هيكون خارج من معادلة unique الارجومنت التاني اعايز كام شهر هو ميزة المنت ده انه ممكن يحرك لك اخر الشهر القدام والورع يعني لو قلت له واحد هيجيب لك اخر الشهر اللي بعده لو قلت له minus one هيجيب لك اخر الشهر اللي قابله فانا اعايز الشهر اللي انا موجود فيه فهتديله zero وهقفل القوس وهدوس enter بص بقى كده حرك لما بقى بص على شهر يناير هتلاقي كله يمثل بيه تاريخ 31 بعد كده انزل تحت شوى هتلاقي في فبراير يمثل بتاريخ 28 وهكذا طب كده انا يعني قربت شوى لكن انا بقى المرة دي محتاج بس يوم واحد يتكرر مرة واحدة كده الايام اتكرره ليه لان اندوف بانت بره يونيك يونيك موجودة جوه يبقى انا محتاج احط يونيك تاني بره هارجع تاني على فملا بار وقبل اندوف بانت هارجع اكتب يونيك مرة تانية وهقفل القوس بتاع يونيك التانية وادوس enter بص كده اللي حصل ايه هارج بقى عندي 31 يناير بعد كده 28 فبراير 31 مارس وهكذا لحد 31 12 2019 تقريبا هو ده المطلوب كل اللي فاضل بس ان انا اغير الفورماتينج بتاع الكلام ده بدل ما هو date ممكن بعد كده انا اعمل مثلا حاجة custom اروح اختار custom ومن custom ممكن اشيله days خالص عشان يبقى شكلها شهور والم بعدها هم اتنين ام اخليهم ثلاثة ام فهديني زي ما انت شايف في السامبل كده اسم الشهر وبعد كده السنة واعمل اوكي بص كده حضرتك كده كده كان عندي لستة الشهور وجاية dynamic من ال table بشكل مباشر فاضل بقى بعد كده ان انا ايه اعمل لها sum if الزريفة بتاعتها برضو فهروح بقى على q3 واكتب sum ifs وتاب السم range حفزناه خلاص موجود في sales data table من net sales column فده خلاص تمام criteria range اكيد المراتي حبقى عايز column اللي اسمه date type criteria انا عايز اقول له انا عايز كل الايام اللي اقل من او تساوي اخر الشهر فعشان اعمل كده في السم ifs فمحتاج استعمل علامة اقل من او يساوي عشان اعمل علامة اقل من او يساوي محتاج احطها جوه double code فحعمل double code واكتب اقل من او يساوي اللي هي اقل منه جنبها يساوي وبعدين اقفل double code بس عشان يفهم ان دي متعلقة بالp3 اللي وراها فهعمل قابليها على طول join اللي هي and لاتنين مع بعض عشان يفهم الكراتيريا بالشكل ده وبدل ما اقول له p3 خلاص بحنا فهمنا الموضوع كويس اقفل الى p3 فيفهم ان انا عايز يسبل على طول ودوس على enter وتعالى ناخد حتى التوتل ده كده عشان نفهم اللي بيحصل تعالى ناخد التوتل ده ونحطه هنا في مضاعفات للتوتل حوية 2 مليون ليه لانه 27000 يناير دي تمثل كل المبيعات من او اللي اقل من 31 يناير في اربعة وخمسين الف فبراير دي كل المبيعات اللي اقل من 28 فبراير فواخد معها يناير كمان فده كأنه running total او بيسموه total year to date وزي ما انتشاف حتى هتلاقي total المزبوط موجود في ديسمبر لوحده اللي هو total السنة كلها زي ما هو موجود هنا موجود في ديسمبر لوحده فمحتاج احط الكراتيريا تانية عشان اقول له لأ ما ترجع ليش شهرين الورا اوقف بس عند اخر الشهر اللي قبله ازاي افهم الاول اعرف الاكسل فين الشهر اللي قبله عشان له يوقف عنده فعايز اقول له لو سمحت عايز النهاية الشهر اللي قبله في معادلة ظريفة اوي اسمها معادلة date تعال نجربها هنا في الحتة الفاضية لو افنا هنا كتابنا كلمة day day وروحنا اختارنا date اللي احنا عملناه اللي هو month ده مع بعضه وقفلنا القوس ودوسنا enter فهيديلك 31 ده عاد ايام شهر يناير طبعا احنا برضو تعلمنا خلاص احنا نشغلين في office 365 لو قلت له P3 وبصص على الرئيه كلها فجاب لك نهايات الشهور كلها 31 28 وهكذا طب لو خدت date نفسه اللي هو موجود في P3 نفس الكلام وقفت هنا في الاول وقلت له برضو P3 وهاش بعديها وقلت له minus عاد ايام الشهر يعني هاتلي الشهر تاريخ الشهر واطرح منه عاد ايامه ودوست enter جاب لك نهاية الشهر اللي قبله فكده عن طريق المعادلة البسيطة دي قدرت توصل لنهاية الشهر اللي قبله طيب محتاج اعدي الايه هنا محتاج اقول له انا عايزك كمان زي ما انت اقل من او يساوي P3 هنا انا عايزك كمان تكون اكبر من الموجود في S3 فتعال نجرب كده نزود بقى هنا حرك نخش نعمل edit على معادلة sumifs طبعا ما ينفعش اعمل and في الكراتيريا بتاعة sumifs لكن ممكن ارجع اخطار تاني كراتيريا رينج تاني جديد اللي هو هو هيكون نفسه sales data فحزاود كراتيريا رينج تو وحيبقى برضو موجود في sales data والمرادي نفس الكلام هيكون باصص على date مفيش مشكلة والمرادي هقول له انا عايزك تكون اكبر من مش محتاج احط يساوي محتاج اكبر من بس واعمل join لو سمحت اعمل لي join نفس اللي عملناها المرة الفات اللي هي and وحاختار معاها المرة دي المحتويات اللي موجودة في S3 ونفس الكلام لو عملت له hash عشان يفهم انا برضو وعايزه يعمل spill ياخد الرينج كله ودوس على enter تعالى نبص على النتيجة النهائية اعتقد كده تمام 306000 نفس المجموع وحتى بص كده بالعين كده هتلاقي شكلها فعلا المجموع الشهري موجود بشكل مزبوط طيب بدل بقى ما انا بعمل الحزبة بره وبقى يريفير هنا انا اخدت بس copy من المعادلة دي زي ما هي كده ctrl c ورحت على طول جوه المعادلة الاصلية وبدل S3 المكتوبة هنا ممكن بالراحة كده اعمل لها delete وبعدين افتح bracket وحط المعادلة الجديدة بتاعتي واقفر القوس عشان يبقى فاهم ان كل ده يتعمله join مع اكبر من ودوس على enter ادى لك نفس النتيجة بالزبط في الحالة دي خلاص انت مش محتاج المعادلات اللي موجودة هنا بكده نكون قدرنا نعمل total total شهري ازا ما عقك شايف كده اهو من غير ما يكون عندي اصلا شهور استخدمت sort واستخدمت unique واستخدمت some ifs واستخدمت معها end of month واستخدمت معها معادلة day بكده نكون وصلنا للنهاية لو عجبك الفيديو لو سمحت اعمله like ولا تنسى اشترك في القناة واعمل لي comment سيب لي comment عشان استفيد من تعليقاتك وشكرا جدا لوقتك وشورك الفيديو الجاي هنكمل برضو تطبيق عملي اخر مع unique and sort بس هيكون مختلف شوية واعتقدت اكون اقوى كمان من اللي عملنا النهاردة استنمي في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته